تنضم إلينا من بغداد عبر الأقمار الصناعية السيدة انتصار الجبوري عضوة مجلس النواب عن محافظة الموسل مرحبا بك معنا سيدة انتصار إذن قيمة انتصار الموسل وتحريرها بالنسبة للموسليين بكل تأكيد كبيرة سأبدأ معك عن التحديات المقبلة مع بعض التحرير وأهمها ربما تنظيف المدينة وإعادة الإعمار ليعود السكان إلى بيوتهم على أقل تقدير نعم مرحبا بك وحياكم الله بكم وبمشاهديكم الكرام وأهلا وسهلا بكم ابتداء أحب أن أوجه التهنئة إلى الشعب العراقي عامة وإلى الشعب الموسلي خاصة بتحرير مدينة الموصل من دنس داعش هذا التنظيم الإرهابي الذي قتل البشر والحجر والشجر الذي لم يسلم منه أي شيء في محافظة نينة وقتل التراث وقتل الحضارة وقتل الإنسان بكل مكوناته اغتصب الأعراض هاتك الأعراض اغتصب النساء سبب النساء باعهن في سوق النخاسة وبالتالي الموصل اليوم تفرح بتوحد شعبها بتوحد جيشها قواتها المسلحة اليوم انتصر الحق على الباطل انتصر ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا انتصرت إرادة العراقيين على هذا التنظيم الإرهابي نعم تواجه الموصل تحديات كثيرة منها سياسية ومنها أمنية ومنها اقتصادية منها الإعمار وملف الإعمار منها إعادة النازحين طيب شو رأيك لو سمحت نقف عند كل نقطة منها دعيني أبدأ معك من أهالي الموصل النازحين الذين يعني أول أعلان التحرير أول رغبة ستتبادر إلى أذهانهم هي العودة إلى مناطقهم إلى بيوتهم إلى حاراتهم اليوم هذا الجهد من يتحمل مسؤوليته وهو جهد كبير أيضا ولا يستهام به عودة النازحين نعم أنت لو لاحظت التقارير التي أتتكم عن محافظة الموصل وخصوصا في الجانب الأيمن لاحظتم الدمار الذي عمى في الجانب الأيمن كونها مدينة قديمة ومتقاربة وأثرت بها العمليات العسكرية تأثيرا كبيرا هدمت البيوت هدمت المستشفيات هدمت الجسور هدمت البنة التحتية للجانب الأيمن وأغلب محافظة نينة واليوم نحتاج إلى همة كبيرة إلى مساندة الدول أنت تعلم الاقتصاد العراقي وحيد الجانب وهو اعتماجه على النفط والكل يلاحظ انخفاض الأسعار والعجز الموجود في موازنة العراق لسنة 2017 الآن نحتاج إلى حملة دولية لعادة إعمار محافظة نينة حملة من الأشقاء العرب من دول القريبة المجاورة ونحتاج إلى أن يسندون في إعادة محافظة نينة وإعادة البنة التحتية إعادة الجامعات إعادة المستشفيات الجسور الشوارع نحتاج أيضا إضافة إلى إعادة البنة من الذي يجب أن يقوم بهذه الحملة أو المناشدة أو سميها ما شئتي يعني الحكومة العراقية أنا ممثلة عن الموصل والآن أناشد العالم وأناشد وصرخة من قناتكم إلى مساعدة أهالي محافظة نينة وسواء بالإعمار أو بعادة تأهيل الأهالي إعادة النازحين لا يمكن أن أتكلم ونتكلم نحن جميعا عن إعادة نازحين دون إعادة الإعمار دون بناء بيوتهم دون تعويض الضحايا دون أن يكون هناك خدمات بناء تحجية جسور مستشفيات هذا النازح عانى ما عانى في المخيم قبلها عانى بسيطرة داعش عليه وأذاقه أمر العذاب يجب على المحكومة المحلية والمركزية والعالم بأجمعه أنت تعلم العراق يحارب داعش نيابة عن العالم وهدمت الموصل وكانت هي المعقل الأخير لتنظيم داعش يعني هي عاصمته في العراق الآن حررت الموصل نطلب ونتمنى ونستغيث بأهلنا العرب أن يساعدوا في إعادة إعمار محافظة نينو وإعادة إعمار بقية المحافظات المحررة سيتم بإعادة عمارين نتمنى أن يكون ذلك سيدة اقتصار بأقصر وقت ممكن ليعود النازحين على أقل تقدير من إخواننا العرب نعم لا نخجل أبدا من أن نستغيث من أهلنا العرب بأن يعينوا أهالي محافظة نينو وبإعادة إعمارها بالتأكيد يعني هذه الرسالة أتمنى أن تصل مغور نعم وإعادة الأعمار أمر مهم جدا لعودة أهالي الموصل إلى بيوتهم لكن المسألة التي وقفت عنها أو مررت عليها هي مسألة مهمة وهي إدارة المدينة اليوم بعد كل ما حصل وكل ما عناه أهاليها من خرب على مستوى البنى التحتية إلى الأضرار النفسية والجسدية والاجتماعية التي حلت بأهالي الموصل اليوم مسؤولية إدارة المدينة من جديد وإعادة الروح إليها من جديد ما المتوقع اليوم من الحكومة منكم أنتم كنواب من الأهالي الجهد كبير بصراحة ما تعليقك على هذه النقطة من ناحية إدارة المدينة من جديد نعم بصراحة الإدارة المحلية لمحافظة نينوى قصرت في هذه الملفات الأخيرة ملف النازحين ملف الخدمات قصرت تقصيرا كبيرا وهذا أنا أقول أولا لوجود المشاحنات السياسية بين أعضاء مجلس المحافظة وبالتالي التقاطع مع المحافظة وقبل يومين فصل المحافظة من كتلة النهضة وقسم مجلس المحافظة إلى قتلة النهضة إلى قسمين وبالتالي هناك كلام كثير عن حصول فساد خصوصا بملف النازحين أموال كثيرة خصصت لمحافظة نينوى ولم يتم إدارة هذا الملف إدارة سليمة بعيدة عن الفساد يجب على اليوم المجلس المحافظة أن يحاسب المحافظة في حالة وجود الفساد وفي حالة تقصيره سواء بالإهمال أو بتقصير مع التعمد أو بإخلاله بالدستور بالمحافظة على أموال محافظته هنا إذا لم يقم مجلس محافظة نينوى بمحاسبة المحافظ واجب علينا اليوم أن يعرض هذا الموضوع على مجلس النواب ومحاسبته من قبل نواب محافظة نينوى من اللجان المختصة وفي حالة عدم قناعتنا بإيجابيته بعمله بالتالي سنعرض هذا الموضوع على مجلس النواب لإقالة المحافظة وهناك إدارة جديدة للمحافظة موضوع آخر هو موضوع الأمن باختصار سيدة موضوع الأمن اليوم نحن اليوم نحن فرحين بالانتصار لا يكفي أن نفرح ولا يكفي أن نوزع التهاني اليوم نحتاج عمل بالمحافظة على فرحة الانتصار على منجز الانتصار على التضحيات التي ضحوها القوات المسلحة من شهداء وجرحة اليوم نحتاج إلى تعاون المواطن مع القوات الأمنية القوات الأمنية نحذرها من يعني التغافل عن خروج الدواعش مع النازحين أن يكون لديها اهتمام بالمواطن السماع إلى المواطن بأنه يحمل المعلومة الأكيدة بالإدلاع على الداعش يعني باختصار كما وحدت الحرب ضد تنظيم داعش كل أطياف العراقيين اليوم إعادة الموصل إلى ما كانت عليه وأفضل من ذلك وإعادة الأعمار يجب أن توحدهم بكافة الأطياف شكرا جزيلا لك السيدة انتصار الجبوري عضوة مجلس الشعب أو النواب عن الموصل متحدثة إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من بغداد شكرا جزيلا لك